طبعا هو أكيد شايف وحاسس مظاهرة أو مظاهرة الحب دي مظاهرة الحب وبصراحة زي ما انت قلت برضو يا كابتن هني فيه كلمة مهمة قلتها اللي عايز شهرة واللي عايز نجاح واللي عايز فلوس حتى وبطولات هيلقيها هنا في النادي الأهلي وأنا الحقيقة بشكل شخصي فعلا فخورة ومش كلام تلفزيونات ما بعرفش أتكلمه أنا فعلا فخورة أنا بنتمي لقناة النادي الأهلي وللنادي الأهلي مبسوطة واسمي مرتبط بهذا الكيان الرائع وهذه المنظومة المحترمة الحقيقة وحسيت ده أكتر لما شفت النهاردة مؤمن وقد إيه النهاردة دعم الكبير له من أول رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب جهاز الفني اللعيبة النهاردة كنا كلنا بنقوم بتكريم مؤمن زكريا مش هما بس النهاردة كان هو بيحضر معهم استعداداتنا لمباراة الإسماعيل وبالتأكيد دي كانت لافتة رائعة من اللعيبة وجهاز الفني ومن زميلنا هنا اللي راحوا يصوروا مع كلمات كل اللعيبة ومعه شخصيا زي ما قلتلك أو قلتلك مظاهرة حب من الناس كلها أهلوية وزمالكوية على فكرة كلنا بندعيله وما فيش حد يكون في الحالة دي ويعني ونتكلم بقى على أهل زمالك لا كلنا بندعي المؤمن أن تمر ظروفه الصحية دي على خير طبعا دي ظروف صحية كانت استثنائية بالنسبة له علشان كده هو محتاج الدعم والمساندة دي وزي ما جماهير الأهلي عملت وقدرت الأهلي كمان الجمهور ما تخلاش عن مؤمن زكري والنهاردة يمكن شوفنا يعني الأيام اللي فاتت عدد من الجمهور اللي راحوا في البيت والناس طبعا واللعيبة أكيد بيتكلموا وأكيد هو نهاردة حسيت أن الكهرباء حتى فيه بينه وبينه لينك كده يعني فهم يبقى عايز حاجة يبص الكهرباء كهرباء معه في الصور فقد إيه ده ده شيء إن شاء الله يكون في صالحه ويكون في صالح رفع معنوياته ويتمم ربنا شفاء على خير أكتر وزي برضو ما أنت قلت كابتن هاني النهاردة مؤمن زكريا بيحصل على جميع مستحقاته ده كان في حضور العميد محمد مرجان كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة نهاردة مؤمن تسلم قيمة عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب ده كل ما يستحق اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته حصل عليه مؤمن النهاردة يعني كاملا ده جي بناء على تكليف من كابتن محمود الخصيب رئيس النادي وده بيأكد مسندة الأهلي ودعمه لابن مؤمن زكريا في كل الظروف الصحية اللي بيمر بيها مؤمن مش بس اللعيبة كمان يعني اللي احنا بنقول عليهم دور لا فيه دور طبعا مجتمعي وفيه دور مش فردي النهاردة رسالة جات جماعية مشهد رائع مشاعر رائعة نؤمن قدم كتير للأهلي وأسعد الملايين ترجمة نانسي قنقر